بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الزيارة كانت بتحمل أكثر من العديد من الرسائل المهمة جدا جدا في هذا التوقيت الدقيق من أوضاع المنطقة طبعا جزء مهم من المحادثات والكلام اللي تم كان على الأوضاع الإقليمية والتنسيق الكامل اللي بيتم ما بين مصر والسعودية في هذا الإطار والتعامل مع المتغيرات السريعة جدا اللي بتحصل وضرورة وضمان التنسيق الكامل ما بين البلدين المهمين اللي بيمثلوا يعني جناحي الأمة العربية والإسلامية من أهم الدول المؤثرة في المنطقة طبعا طبعا أيضا تطرق الأمر لبقية التحديات اللي موجودة في مناطق الصراع المختلفة ودي طبعا برضو مرة أخرى توافقت الحقيقة كل الرؤى ما بين المملكة ومصر في هذه الصراعات وإزاي أن نحن توحيد الجهود وبذل كل الجهد الممكن لمحاولة تجنب المنطقة لتدعيات هذه الصراعات وأيضا محاولة الوصول إلى حلول سلمية لها الجزء المهم هو طبعا اللي تعلق بالعلاقات الصنائية وحضركم شاهدته طبعا يعني أن تشرفنا بأن فخامة الرئيس وسمو الأمير ولي العهد شاهدوا توقيع أولا تأسيس المجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي ودي آلية مهمة جدا حيكون من خلالها بيتم يعني تنسيق كامل على أعلى مستوى المجلس برئاسة فخامة الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد وتحتيهم التشكيل من الوزراء المعنيين بحيث يتم التنسيق في كل المجالات المتعلقة بالعلاقات الصنائية وأيضا فيما يخص الشق السياسي والخارجي لعلاقات الخاصة بالأقليم وإن شاء الله طبعا هذا المجلس حيكون له صفة بها تنظيم معين وإن شاء الله ده حيبقى بيعمل على هدفه الرئيسي هو تفعيل وتقوية العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين واللي إن شاء الله بنأمل أنها تشهد طفرة كبيرة أيضا في خلال الفترة القادمة الجزء الآخر لحضركم تابعته طبعا هي توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ما بين مصر والسعودية والحمد لله يعني استطعنا أن ننجزها في وقت قياسي وسريع جدا وخلصت الحمد لله في هذه الفترة وكان طبعا فرصة أن الحمد لله وزيري الاستثمار من البلدين وقعوها وزي يمكن ما أنا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده على هامش زيارتي الماضية للمملكة أن هذه الاتفاقية هتبقى بتؤسس لمزيد تشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة في البلدين وحماية هذه الاستثمارات وبالتالي هي بتنص على العديد من الإجراءات اللي هدفها كله تبسيط وتسهيل وتحفيز عملية الاستثمارات المتبادلة وان شاء الله تكون هي بداية مهمة جدا لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله فأنا اديت حبيت أن أدي حضراتكم مجمل أن هذه النقطة هتبقى مهمة تطرقنا لملفات الصناعة وتم الحديث على أن جزء من الاستثمارات الفترة الجاي يكون هناك تركيز على الاستثمارات المشتركة في قطاع الصناعة وقطاعات طبعا أخرى مختلفة للتصلح للاقتصادين سواء المصري أو السعودي وأيضا كان هناك تأكيد على متابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي إن شاء الله بيتم تنفيذها على الأرض وأهمها موضوع الربط المصري السعودي وكان هناك تجديد مبارح الحقيقة على أن إن شاء الله على شهر مايو أو يونيو على الأكثر القادمين تبقى المرحلة الأولى بالكامل من الربط هتكون إن شاء الله دخلت الخدمة إحنا بنتكلم على 1500 ميجا هتكون ربط متبادل وده اللي أثير أمس إن ده حيبقى ميزة مهمة للبلدين لأن ساعات الزروة في البلدين بتختلف وبالتالي تقدر مصر تستفيد في ساعة الزروة ليها من إنها تاخد الكهرباء من السعودية والعكس أيضاً حيتم إن في ساعات الزروة للمملكة أيضاً حتستفيد إنها تاخد الطاقة من مصر ويمكن أثير نقطة مهمة جداً إن مشروع الربط اللي حيبقى حاصل ما بين مصر والسعودية اللي هو المفروض حيبقى بيصل إلى 3000 ميجا مرحلة الأولى فقط 1500 ويليها 1500 التانية 3000 ميجا دول أكبر من طاقة الطاقة الإقليمية لدول التعاون الخليجي كله يعني عشان حترككم تقدروا تستشعروا ضخامة الربط الكهربائي اللي بيتم النهاردة وبنسابق الزمن علشان إن إحنا إن شاء الله نحققه وننجزه في خلال هذه الفترة الجزء الآخر طبعاً من اللي حابب أتكلم فيه وعندنا أكتر من نقطة قبل ما أترك الفرصة لزاملتي إنها هنتكلم وبعد كده يعني ناخد منك الأسئلة إن شاء الله طبعاً إحنا شاهدنا الحقيقة كلنا وشرفنا بتشريف سيادة رايس للندوة التسقيفية رقم 40 للقوات المسلحة بمناسبة طبعاً مرور 51 عام على نصر أكتوبر وأعتقد يعني الرسائل المهمة جداً 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 اللي استشعرناها من هذه الندوة مهمة قوي وخاصة ما يعني أشار إليه فخامة الرئيس في حديثه وأنا عايز بس يمكن أركز على النقطة اللي أشارها فخامة الرئيس وهي إن إحنا بنتحرك في ظل أوضاع مضطربة بيشهدها الإقليم وبتفرض علينا رغم انحيازنا طبعاً لخيار السلام المستدام الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن دي شيء مهم جداً لازم كلنا كمصريين نبقى عارفين لأن هذا هو السبيل الوحيد لصون وحماية السلام اللي إحنا موجودين فيه وبدون دولة قوية بكل مقدراتها حيبقى إحنا ممكن نكون يعني مش هيقول الكلمة ولكن ممكن نكون مطمع أو يعني يعني ممكن يكون تحت تهديد من أي قوة أخرى وبالتالي يعني القوة الشاملة وبناء القوة الشاملة ده شيء مهم جداً لردع أي محاولات لجرجرة مصر أو تهديد مصر بأي شيء في هذا الشأن وبالتالي يمكن سيادته يشدد على شيء مهم جداً 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 إن التحديات الإقليمية بتفرض علينا إن إحنا كمصريين نكون على أعلى قدر من الترابط لصون مقدرات الوطن ومكتسباته وده شيء مهم جداً وسيادته دايماً بيأكد عليه طول ما الجبهة الداخلية متمسكة والمواطن على وعي كامل وشديد باللي بيظهر قدامه واللي بيحك في المنطقة كلها وبينشوف كدولة إحنا هدفنا كل الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية ده شيء ده الأهم ده أهم شيء لينا كدولة في خلال هذه الفترة وهو ده حيبقى مفتاح الأمان لاستقرار الوطن ودايماً يعني أنا وسيادة الرئيس بيقولها وبطلب من حضراتكم ما نخافش من أي تهديدات خارجية أهم شيء تظل الجبهة الداخلية متماسكة وعندها القدر من الوعي للتعامل مع كل هذه التحديات الإقليمية الغير مسبوقة اللي بنواجهها وده يقضني للحقيقة يعني إن أنا اللي أول ما راح أتعرض لشيء أنا ذكرته في الأسبوع الماضي وأصار نوع من الجدل وأكيد حضراتكم تابعته لما في أحد الأسئلة اللي أحد الزملاء سألني عليها وتقال هو أنتوا عاملين سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع اللي بتحصل في المنطقة وأنا يمكن في رضي على هذا الموضوع قلنا إحنا رايحين لكل السيناريوهات وإن في حالة يعني إذا ما تفاقمت الأمور بصورة كبيرة جدا وتطورت إلى حرب إقليمية حنضطر نلجأ إلى إدارة الدولة بما يعرف باسم اقتصاد حرب والكلمة دي يعني على طول كثيرة أثارت جدل وابتدى نقاش عليها ويعني أنا عايز أقول إن أنا أفكركم في الاجتماع السابق كلمنا على موضوع تفتيش الفرقة السادسة المضرعة للجيش تاني وقلنا إن دير سالة قوية إن مصر قوية جدا وإن إحنا مرة أخرى باستعيير الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس بناء القوة الشاملة للوطن والأهم إن أنا لما نهيت الكلام مع حضراتكم كنت بقول المواطن المصري يتطمن مصر الحمد لله ودعينا كلنا إن مصر يتزال هي بلد الأمن والأمان وواحد للإستقرار اللي موجودة في المنطقة النهاردة لكن هتكلم هنا في نقطة مهمة جدا لإن أنا تعهدت إن إحنا دايما نبقى في إطار من الصراحة والشفافية في هذا الموضوع إحنا لازم نكون حطين كل السيناريوهات لما بقول كلمة اقتصاد حرب مش معناها إن مصر حتدخل حرب ودي أنا بأكد عليها ثوابت الدولة المصرية إنها لا تدخل في حرب إلا إذا هددت بصورة مباشرة وحصل عليها تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية لكن غير كده مصر دايما ماشية بإسلوب متوازن جدا وسوابتنا واضحة جدا وإن إحنا قوتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حصل لها تهديد مباشر فبالتالي لما بنقول هذه الكلمة باتكلم على سيناريوهات لو ما زلوا النهاردة واعتقد حضركم بتبعين مش سر إذا ما تفقمت الحرب اللي موجودة النهاردة وتم استهداف المنشآت النفطية والمنشآت النووية اللي موجودة في المنطقة ماذا سيحدث وإذا الموضوع تحول إلى رد متبادل والموضوع تفاقم وخرج بر السيطرة بالتالي هناك تدعيات حتبقى هائلة على كل حاجة بما فيها أول شيء أسعار البترول وأسعار المنتجات وتأمين وصول المنتجات حتى بغض النظر عن سعرها حيبقى إزاي إن إحنا بتؤمن إنها تروح للعالم كله بما في مصر وبالتالي لازم ده نكون حطينه كسيناريو السيناريو الآخر تأثير كلام ده كل الحرب دي له وحصلت على حركة التجارة وعلى كل شبكات التجارة والنقل واللوجيسيات اللي هتبقى موجودة فكل ده لازم نكون متحسبين ليه فبالتالي هو ده اللي إحنا كنا بنقول إن إحنا حطينه السيناريو اللي إحنا ماشيين فيه الأوضاع الحالية وحنتعامل معها إزاي لو الأوضاع ممكن تأزمت شوية هيحصل إيه مرورا حتى أقصى يعني السيناريهات تشاؤما واللي بندعو الله كلنا إن هو ما يحصلش لو حصلت لقدر الله حرب إقليمية والموضوع خرج برا سيطرت أي حد فبالتالي دورنا كحكومة إن إحنا نكون متحسبين لهذا الموضوع وبالتالي كلمة الاقتصاد الحرب يعني معناها إن أنا أكون إزاي بوجه موارد الدولة كلها لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وللحياة بتاعت المواطن نضمن إزاي إن الكلام ده يحصل عشان يبقى بأقل قدر ممكن من الإضرار بالمواطن المصري وذكر حضراتكم بوقت يعني كورونا وكوفيت لما ابتدت موارد الدولة كلها توجه نحو القطاع الصحي والموضوع الفاكسين وحنعمل إيه وحنتحرك إزاي وإزاي إن إحنا ندبر موارد إضافية واضطرينا إن إحنا نعيد يعني تشكيل الموازنة بتاعت الدولة كلها لتعامل مع هذه الأزمة هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه إن في حالة إن لو حصلت أي مشكلة أو أزمة كبيرة جدا 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 والنهار ده محدش وأتحدى أن يكون هناك خبير يجزم ماذا تقول إليها الأمور محدش عارفة كلها تخمينات فبالتالي إحنا كمان ده دورنا ومسؤوليتنا كحكومة نكون حاطين كل السيناريوهات بما فيها أقصى السيناريوهات تشاؤما ولكن اللي أنا بأكد عليه وده دورنا ومسؤوليتنا إنما بأكد على هذا الموضوع مصر سوابتها واضحة مصر إن شاء الله يعني موضوع لن تنجرف في حروب إلا إذا زي ما بنقول دايما إذا كان هناك بقى تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة المصرية فأنا كنت حابب إن أنا أقول هذا الموضوع وأكد إن إحنا لازم نكون متحسبين لأي سيناريوهات وده اللي اتعلمناه منذ بدء الأزمة وحرب اللي حصلت في غزة من 7 أكتوبر يعني من 7 أكتوبر لو حضركم بس يعني نستعرض كده هل حد فينا كان ممكن يتخيل إن تدعيات هذا الأمر سيؤدي اتساع دائرة الصراع للجنوب ومضيق باب المندب وإن يبدأ يحصل حركة الملاحة توقف وتهديد للملاحة وقناة السويس النهاردة تنزل مواردها إلى 40% فقط من الموارد اللي كانت موجودة محدش كان ممكن يتخيل هذا الموضوع ولا يحطه في السيناريوهات ولكن اتعلمنا من واقع اللي بيحصل إن لازم نكون متحسبين لكل السيناريوهات اللي موجودة فبالتالي اللي عايز أقوله هنا المواطن إحنا لا بنخوف حد ولا إن إحنا بنقول ده سيناريو متشائم ولا إن إحنا بنقول ده إنتوا كده إزاي بتقولوا إنتوا عايزين استثمارات متجيش لا إحنا بنعرض في إطار مش شفافية إيه اللي ممكن إحنا كدولة حتكون مسؤوليتنا لو اتحصلت أي سيناريوهات فأنا حبيت أأكد على هذا الموضوع ولكن الحمد لله وده اللي أنا بأيمن وقلته في آخر الجلسة اللي فاتت اتطمنوا إحنا يعني مدبرين احتياجاتنا بصورة كبيرة جدا كدولة عارفين الدنيا تمشي إزاي ولازم نكون ودي مسؤوليتنا مرة أخرى كيف نضع كل السيناريوهات في الحزبين عشان نتعامل معاها ونبقى عارفين إن إحنا نتحرك فيها ولكن اللي أنا يمكن حابب إن أنا أشير إليك ناحية يعني جيدة جدا الخبراء الاقتصاديين أرجو إن هم يكونوا تابعوا إن هناك مؤسسة كبيرة جدا اللي هي مؤسسة جولدمن ساكس طلعت في آخر سبتمبر تقرير على مصر ودي يعني واحدة من أهم المؤسسات الاقتصاد العالمية اللي بتبقى بتحلل ويعني بتتكلم على المؤشرات بتاعت هذا الموضوع طلعت تقرير مهم جدا على مصر أشارت فيه إلى إن مصر يعني المجمل فيه المجمل إن التقرير إيجابي التقرير بيكلم على إن مصر متحركة في المصاري السليم والصحيح بيشير إلى الارتفاع الاحتياطيات للنقد الأجنبي وبيشير إلى إن الدولة باستمرارها في السياسات اللي هي بتتحرك فيها ويمكن حنشوف الكلام ده لما معالي وزيرة التخطيط تعرض المؤشرات بتاعت الفترة اللي فاتت بتشير إن الدولة المصرية ماشية بطريق جيد جدا جدا في إدارة الأزمة والفترة الكبيرة اللي احنا ماشيين فيها كل المؤشرات بتتجه للتحسن وتوقعتهم إن استمرار هذا الموضوع على مدار العامين القادمين إلا إذا برضو حصل حاجة إكسترنال بقى يعني تاني بعيدا عن إن لو المنطقة دخلت فيه حاجة أكبر من الظروف اللي هي موجودة وأشاروا إلى إن ودي نقطة مهمة جدا بتتوافق مع اللي أنا قلت قدام حضراتكم توقعتهم للتضخم وإن التضخم حينزل إلى مدون العشرة في المية قبل نهاية أو بحلول نهاية خمسة عشرية وده تماما زي ما احنا كنا محددين في تقديراتنا وتوجهاتنا كدولة بالتحليل اللي عمل الخبراء في هذه المؤسسة اتكلموا على هذا الموضوع وبالتالي يعني هم طبعا برضو توجهاتهم إنه شايفين الدولة إذا استمرت في نفس الوتيرة من الاستثمارات الأجنبية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سواء بصفقات أو بتشجيع الاستثمار ومناخ الاستثمار اللي احنا بنعمله اللي عرضناه على حضركم جزء منه كخطوة أولى لإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات اللي عرضها السيد وزير المالية وزير الاستثمار الإسبوع القادم الماضي بيتكلموا على إن الاقتصاد المصري حيستمر في التحسن بصورة كبيرة في خلال الفترة القادمة أنا حبيت بس إن أنا أشير لهذا الموضوع علشان برضو نبقى عارفين العالم شايفنا إزاي وشايف التوجهات اللي الدولة بتتحرك فيها في هذا الشأن واللي احنا مستمرين تماما في كل الإصلاحات الهيكلية اللي احنا وعدنا بيها وبنتحرك فيها في هذا الأمر وعلشان كده يعني حترك المجال لمعالي الوزيرة إنها تعرض على حضراتكم هذا الموضوع أيضا أكيد من الحاجات الإيجابية ويمكن اتكلمت فيها في زيارة الأقصر إن النهاردة إن شاء الله حيبدأ التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير وده طبعا كان مشروع ملاق حضراتكم تابعته قد إيه الدولة المصرية وكان بتمبوا متابعة يعني أنا مش عايز أقول يعني ولا أبالغ متابعة إسبوعية من سيد رئيس الجمهورية بنفسه اللي الحمد لله مكننا إن احنا النهاردة نكون انتهينا بالكامل من هذا الصرح العالمي اللي بيعتبر هدية من مصر فعلا للعالم كله ونبدأ النهاردة إن شاء الله بدايات التشغيل التجريبي بإذن الله واللي ندعو الله إن شاء الله مع تحسن الأمور يكون هناك افتتاح رسمي لهذا المشروع العملاق الحقيقي اللي حيبقى إن شاء الله تقديرات حركة برضو السياحة العالمية وتقديرات كل شركات السياحة إنه حيبقى بيساهم في جزء جزء كبير جدا من الأعداد من السياح العالميين إن شاء الله بمجرد ما يكتمل تشغيل هذا المشروع الكبير جدا في هذا الشأن أنا حتوقف عند هذه النقطة وأترك المجال لزميلاتي معالي وزير التخطيط وبعد كده نتلقى من حضراتكم الأسئلة تدارينا